حدثنا يحيى عن شعبة وبهزن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة قال قتادة أخبرني قال سمعت مطرفا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الدهر قال ما صام وما أفطر أو لا صام ولا أفطر وقال بهزن في حديثه لا صام ولا أفطر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله عن أبيه أن رجلا انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وقال وكيع مرة انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال يقول ابن آدم ما لمالي وهلاك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو لابست فأبليت أو أكلت فأفنيت قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن مطرف عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الهاكم التكاثر يقول ابن آدم ما لمالي ومالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لابست فأبليت أو تصدقت فأمضيت حنا حجاج حدثني شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت مطرف ابن عبد الله بن الشيخ خير يحدث عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا أنت سيد قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله قالا أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول أحدكم بقوله وليستجره الشيطان قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن رجل يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يتنخم تحت قدمه ثم دلكها بن عليه وهي في رجله قال حدثنا سعيد بن عمر وعبد الصمد قال حدثنا مهدي حدثنا غيلان عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرهت من بني عامر قال فأتينه فسلمنا عليه فقلنا أنت ولينا وأنت سيدنا وأنت أطول علينا قال يونس وأنت أطول علينا طولا وأنت أفضل علينا فضلا وأنت الجفنة الغراء فقال قلوا قولكم ولا يستاجرنكم الشيطان قال وربما قال ولا يستهوينكم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف ابن عبد الله عن أبيه قال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجلي من البكاء قال عبد الله لم يقل من البكاء إلا يزيد بن هارون حسن إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخيري عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنخع فدلكها بن عله اليسرى حثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد يعني الطويل حدثنا الحسن عن مطرف عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله هوام الأبي لنصيبها قال ضالة المسلم حرق النار حثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الدهر لا صام ولا أفطر وما صام ولا أفطر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة وقال ابن جعفر سمعت قتادة عن مطرف ابن عبد الله قال حجاج في حديثه قال سمعت مطرفا عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت سيد قريش فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله فقال أنت أفضلها فيها قولا وأعظمها فيها طولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول أحدكم بقوله ولا يستجرنه الشيطان أو الشياطين حثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال أنتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل حثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن مطرف عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر فقال النبي لا صام ولا أفطر أو قال لم يصم ولم يفطر حثنا علي بن عاصمين أخبرني الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فين عليه قال فتنخع فتفله تحت نعليه اليسر قال ثم رأيته حكها بن عليه حان روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخيري عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أوس إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصوم الدهر فقال لا صام ولا أفطر حثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى قال أنباءنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقول ابن آدم ما لمالي وهلاك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لابست فأبليت أو تصدقت فأمضيت حثنا حسن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرفي بن الشخيري عن أبيه وكان أبوه قد أتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر حدثنا عفان حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا مطرف بن عبد الله أن أباه حدثه قال دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه السورة ألهاكم التكاثر فذكر مثله سواء وليس فيه قول قتادة يعني مثل حديث همامين حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحبابي عن شدادي بن سعيد أبي طلحة الرسبي قال حدثني غيلان بن جرير عن مطرفي بن عبد الله بن الشيخ خيري عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدا أو قائما وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى ختمها حدثنا عفان قال حدثنا حمد قال أخبرنا ثابت عن مطرف عن أبيه قال قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل حثنا عفان قال حدثنا همام أخبرنا قتادة عن مطرفي بن عبد الله عن أبيه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال فقال يقول ابن آدم ما لمالي وهلاك يا أبن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لابست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وكان قتادة يقول كل صدقة لم تقبض فليس بشيء حدثنا بهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسامعه يقول فذكر مثل حديث عفانا ولم يذكر قول قتادة حثنا يحيى بن سعيد عن هشامين يعني ابن عروة قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة ووكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قال وكيع في بيت أم سلمة في ثوب قد القطر فيه على عاثقه في بيت أم سلمة حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة وإبراهيم بن إسماعيل عن أبي وجزة الصعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعمين فقال يا عمر قال هشام يا بني سم لها عز وجل وكل بيمينك وكل مما يليك قال فما زالت أكلتي بعد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي وجزة رجل من بني سعد عن رجل من بني مزينة عن عمر بن أبي سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا أكلت فسم لها وكل بيمينك وكل مما يليك قال فما زالت أكلتي بعد حدثنا سفيان بن عوينة عن الولد بن كثير عن وهب بن كيسانة عن عمر بن أبي سلمة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم لها وكل بيمينك وكل مما يليك فلم تزل تلك الطعمة بعد وكانت يدي تطيشوا قال حدثنا سفيان عن هشامين عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد مشتملا به حدثنا سفيان عن هشامي بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم لها وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك حان يحيى بن أبي اسحاق قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه جعل طرفيه على عاتقه حثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن اسحاق قال وذكر يحيى بن سعيد بن قيسن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به حسنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأسود عن عبد الرحمن بن سعد المقعد عن عمر بن أبي سلمة قال قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فقال لأصحابه اذكروا أسم الله وليأكل كل إمريء مما يليه إذا قال ابن اسحاق وذكر لم يسمعه يدل على صدقه قال قرأت على أبي حدثكم أبو سعيد مولى بن هاشمين قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا أبو وجزة عن عمر بن أبي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا بني اذن هو سم لها وكل مما يليك حسنا عبد الله قال قرأت على أبي موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن أبي وجزة السعدي قال أخبرني عمر بن أبي سلمة قال دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعمين يأكله فقال اذن فسمى لها عز وجل وكل بيمينك وكل مما يليك حسنا عبد الله قال قرأت على أبي منصور بن سلمة الخزاعي قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني أو أخبرني أبو وجزة السعدي أنه سمع عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذن يا بني فسمي وكل مما يليك حدثنا لوين قال حدثنا سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحوه؟